من اجل اعمار ما خربه الارهاب الداعشي في المناطق المحررة والنهوض بالواقع السكني فيها باشر المصرف العقاري العراقي باطلاق مبادرة منح القروض المالية في محافظتي الانبار وصلاح الدين وبمبالغة تصل الى ما يقارب التسعون مليار دينار اما فيما يخص محافظة نينو فالعمل ما زال قائما لعادة اعمار فرع المصرف المدمر للبدء بمنح القروض ايضا تم ضمن المبادرة تخصيص مبلغ 46 مليار الى محافظة الانبار و43 مليار الى محافظة صلاح الدين و84 مليار الى محافظة نينو فيما يخص محافظة الانبار تم فتح الفرع وتأهيد الموظفين والمباشرة بالاقراض هذا ينطبق كذلك على فرع صلاح الدين بالنسبة الى محافظة نينو الفرع مدمر بالكامل وفيما يخص آلية تقديم المواطنين للحصول على قروض المصرف العقاري فقد بيّن مدير عام المصرف انها تتم عبر الانترنيت من خلال ملء الاستمارة الخاصة بمنح القروض ووفق الشروط الموضوع مسبقا فضلا عن منح تسهيلات لمنتسبي القوات الامنية والحجد الشعبي وعوائل الشهداء آلية التقديم في بغداد وجميع محافظات العراق هي آلية واحدة يقوم المواطن بمراجعة اي مكتب للانترنيت بالنسبة لقوى الامن الداخلي والقوات المسلحة وعوائل الشهداء والمقاتلين في الحجد الشعبي والعشائري احنا مميزناهم ولكن هناك اسراع في تنفيذ المعاملة يشار الى ان المصرف العقاري توقف عن منح قروض جديدة في الوقت الحالي على امل اطلاق مبادرة جديدة خلال العام القادم تسهم في تخفيف ازمة السكن في البلاد من بغداد غيث محمد قناة الرشيد